السلام عليكم ورحمة الله فهي عبارة عن فعل وردة فعل إنسانية من ألفها إلى يائها تهدف إلى تغيير وضع معين زعزعة استقرار إحداث انقطاع في أمر أو نشاط معين وهذا كل ما يسمى كمفهوم بشكل عام الإدارة بالأزمة سنتحدث خلال هذا الفصل إن شاء الله على مفهوم الإدارة بالأزمة بالتفصيل والهدف منه وهذه الصناعة أو ما يسمى صناعة الأزمة أو الإدارة بالأزمة لها ستة مراحل سنتحدث عنها إن شاء الله بالعادة قد يكون توجه من موظفين نحو إحداث أزمة وهذا بحد ذاته يهدف إلى تغيير نمط معين أو استجلاب مصلحة معينة أو تحقيق هدفنا هذا قد ينجح وقد لا ينجح كذلك قد يكون هناك توجيه مبطن من الإدارة على سبيل المثال من أجل إحداث زعزعة في المؤسسة ضمن حدود معينة الهدف من خلالها قد يكون تغيير في آليات في نظام إدارة المؤسسة خلينا نقول التخلص من بعض موظفين ممكن الإدارة ما بتكون قادرة على التخلص منها في الوضع الطبيعي وهذا بيسموه ضمن اللي هو رد فعل إنساني ضمن الإدارة بالأزمة المهم في موضوع الإدارة بالأزمة إذا نجحت وحققت أهدافها الإدارة بالأزمة الأمر يعني بيكون قد أفلح الأشخاص اللي قاموا بهاي النشاط من أجل تغيير معين أو التخلص من بعض موظفين أو أي كان نوع الهدف ولكن في حال فشل من قاموا بإفتعال الأزمة وصناعتها وإدارة المؤسسة بالأزمة إذا فشلوا في هذا الأمر كل محاولاتهم بعده بتكون من أجل الإدارة أو إدارة الأزمة لأنهم الآن تنكشف الأمور أمام العامة وأمام الموظفين على سبيل المثال فلذلك سيديرون الأمر كأن هناك أزمة قد حدثت وأنهم يرجعوا إلى الوضع الطبيعي ففي حال الإدارة بالأزمة نجحت حقق الهدف لكن لو فشل وبدت بوادر فشل الإدارة بالأزمة أو الأزمة المفتعلة إنها ما تحدث أو تؤتي أكلها ويحقق النتائج والأهداف سيتحول الأمر من الإدارة بالأزمة إلى إدارة الأزمة اللي هم يفتعلوها بشكل حقيقي كمسؤولين في المؤسسة على سبيل المثال من المقصود بالإدارة بالأزمة أو مفهوم إدارة الإدارة بالأزمة وعلم صناعة الأزمات للتحكم والسيطرة على الآخرين أو هو عبارة عن افتعال الأزمات الحادة للخصم وليس معالجة هذه الأزمات لها عدة مواصفات أساسية بداية إعداد محكم ومبكر وهذا مهم جداً وتهيئة المسرح اللي إحنا بنا نعمل فيه الأزمة من خلال إعداد السيناريوهات اللي قلنا عنها تصور فكري لما سيحدث مستقبلاً وهذا يجب أن تكون معدة بشكل دقيق لأنه زي ما قلنا إنه إذا فشل سيتحول من الإدارة بالأزمة إلى معالجة الأزمة وإدارتها اللي هم أحدثوها وهم كانوا في غناء عنها مهم جداً من ضمن تهيئة الأدوار توزيع الأدوار أيضاً من ضمن المواصفات تحديد الأدوار وتوزيحها على صانعي الأزمة كمان مهم جداً اختيار التوقيت المناسب هنجيب شوية أمثلة الآن ستتضح الأمور بشكل أكثر مع إيجاد المبررات لهذا الأمر الإدارة بالأزمة زي ما حكينا تقوم على افتعال الأزمات ما فيش حاجة اسمها أزمة كانت موجود أو مشكلة أو كذا لكن بالإدارة بالأزمة هما يفتعلوا وجود أزمات وهي تعتبر وسيلة من الوسائل التمويه من التغطية على أمر قائم بمشكلة أكبر أو بأزمة أكبر الهدف من خلالها التمويه والتغطية على حالة قائمة بتكون الأزمة المفتعة على أشد تأثير وأكبر تأثير عن المشكلة اللي ممكن تكون موجودة وقبل هيك حكيت لكم أنه يعني في فيلم مصري شفته كان يعني الإعلام توجه كثيرا على ملاحقة الأمن لشخصية الشخصية هذه كانت معروفة وتحدث عنها الأمن بشكل الإعلام بشكل كبير بدأت ضجة على هذا الأمر اشتغلوهم في وسيلة التمويه الجديدة اختلقوا أزمة الأزمة هذه أثرت على كافة مناحي المجتمع والتقطها الإعلام وبدأ يصلط الضوء عليها اختلاق الأزمة هذه كان محكم بالنسبة للأمن في وقت معين يستطيع السيطرة عليها وإخمادها وإنهاءها وكان الهدف من خلاله التغطية على مشكلة قائمة والإعلام عمال بغطي عليها وبغطي وببثلها بشكل كبير جدا الإعلام انتقل من المشكلة هذه وصارت مشكلة صغيرة إلى المشكلة الجديدة أو الأزمة اللي افتعلوها جديدا لحد دي ما أنه القضية القائمة الخاصة بهذا الشخص ورجعوا وسيطرة على الأزمة اللي افتعلوها وتوجه إلها الناس بالإعلام والتحديث عنها بشكل كبير وانتهى المشكلة الأولى والمشكلة الثانية كانت عملية ناجحة جدا زي ما قلنا عملية إدارة الأزمة إدارة بالأزمات قائمة على خلق شيء وهمي أو أزمة وهمية بتأثر على السلوك المجتمعي المجتمع قد يكون عامة المجتمع أو قد تكون مجتمع من مؤسسة معينة تمام وتؤثر فيها على السلوك اللي لديهم وتؤثر على الوضع الاقتصادي وتؤثر على وضع سياسي وتؤثر على وضع إعلامي حسب نوعية الأزمة على سبيل المثال نجي نحكي على أزمة كورونا اللي كانت موجودة بدايتها يعني كانوا بتحدثوا فيها على إغلاق الأسواق وما فيش منتجات وما فيش واردات تمام هذا القوة الظلام التجار يعني اللي في منهم عندهم مشتق وربنا بدوا يحتكروا في بعض البضائع احتكار البضائع حيروح يطلحها في وقت معين بأسعار مرتفعة وباهضة الثمن طبعا صار حجب لهذه البضائع عن السوق وبدت الإشاعة هنا خال إنه هناك أزمة مواد غذائية مش موجودة عندنا واللي بالحق يدبر حاله ويدبر حاله ففي ناس قدرت راحة تشتري وتخزن وفي ناس ما قدرت تشتشتري ولا تخزن لأنه انفقد من السوق هو فعليا انفقد من التوزيع الفرعي ولكنه كان موجود عند المين ستورز أو عند اللي هم التجار الكبار ويمكن شفنا ردة فعل الوزارة الداخلية في التعامل مع التجار لحد ما سيطروا على هذا الأمر بشكل واضح هذا اختلاق لأزمة الهدف من خلالها اللي هو الكسب الغير مشروع واللي هو حرام شرعا مثال تاني يعني أمريكا واختلاقها للإسلام فوبيا أو ما يسمى بال الخوف أو الرهاب الإسلامي إنه هذا الإسلام عبارة عن دين إرهاب ويدعو إلى القتل والفتك وما إلى ذلك واختلقوا أزمات كثيرة جدا على المستويات المحلية عندهم والمستويات الدولية أعطتهم ذرائع حسب ما هم اشتغلوا إلها إنهم يغزوا العالم بحجة إنه محاربة الإرهاب فكان الهدف من خلالها تحقيق أهداف معينة وبناء التحالفات وتغيير الخارطة السياسية للمجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية هذه تعتبر من ضمن أمثلة الإدارة بالأزمة ما هي أهداف استخدام سلوب الإدارة بالأزمة أولا هي وسيلة للتمويل زي ما حكينا سابقا وإخفاء المشاكل الرئيسية اللي ممكن تكون موجودة بالفعل وتؤثر على كافة مناحي المؤسسة أو المجتمع بشكل عام وتحويل هذه الأنظار إلى شغلات إلى الأزمة الجديدة وتحويل الإعلام وتفكير الناس وحديث الشارع على هذا الأمر فتصديط أضواء على أشياء لم تكن أصلا هي موجودة بهدف التمويه على أمور ممكن تكون هي أخذة بعد إعلامي وصدى مجتمعي كبير اتنين تصريف المنتجات أو السلع أو البضائع أو ما إلا ذلك اللي ممكن تكون هي قريبة من الانتهاء على سبيل المثال تاريخ الانتهاء بتبحها من هدف رفع الأسعار تمام طبعا من خلال اللي هو نشر الشائعات زي المثال اللي حقناه طبق قليل أيضا السعي إلى تحويل أشخاص أو جماعات في مؤسسات ممكن يكون هما ناجحين هذول الأشخاص ممكن يكون إلهم أثر إيجابي في حال وجود الأزمات فتحويلهم من مواقف ومواقع دفاعية إلى مواقع عفوا المواقع هجومية وكان لهم دور في مواجهة الأزمات والمشاكل اللي بتأثر على البلد أو بتأثر على المؤسس نفسها إلى تحويلهم إلى أشخاص في مواقع دفاعية يعني كثير من الناس اللي بيكونوا ناجحين وسياسيا ناجحين الأنظمة المضادة بتروح بتسرب عنهم بعض الشغلات وقد تكون هاي الشغلات مفتعلة أو قد لا تكون حقيقية ونعملها دوبلاج فيديو أو صوت أو كده وانتشرت على الإعلام لحد ديت ما يبيض صفحته ويثبت أنه هذا الأمر مدسوس ومنه مش حقيقي بيكون هو الشخص هذا تم التأثير عليه بشكل كبير من الأهداف أيضا خلق علاقة تبعية وعلاقة إنقياد وإذعان وسيطرة على المؤسسة أو على أشخاص داخل المؤسسة مع افتعال الأزمة أيضا لفت نظر الرأي العام والمستهدفين لقضية أو لفئة يصعب الاهتمام فيها في الوضع العادي بدنا نوجه نخلق أزمة من أجل توجيه الإعلام وتوجيه الأنظار والمسؤولين على هذه الفئة اللي ما حدش مدور عليها بشكل مستمر وفي الحالات الطبيعية أيضا صناعة المؤامرات من ضمن شغلات مدامة هي مفتعلة وممكن نحن نسيطر عليها من بدايتها إلى نهايتها فممكن يكون من خلالها صناعة مؤامرة إلى هدف من خلالها تغيير رؤية معينة أو مشروع معين أو قيادة أو إدارة معينة من الأهداف أيضا منع المؤسسات المنافسة من الاستمرار في تحقيق نجاحاتها وهذا كثير لما بكون في عنا أشخاص ناجحين أو مؤسسات ناجحة ممكن يتوجه إلها الإعلام الماكر والمدسوس في منافسة غير شريفة من أجل التأثير على وجود هذا الشخص أو هذه المؤسسة أو الشركة وتحقيم نجاحاتها وتقويض امتدادها وتوسحها فن صناعة الأزمة المقصود في فن صناعة الأزمة وهي عبارة عن إعداد فكري وسيناريوهات يتم رسمها مسبقا ووضع الأشخاص وتحديد الأدوار في طبيعة حدث إحنا حنقوم في فترة معينة وتحضير كافة الوسائل الدفاعية والأشخاص المؤيدين والأشخاص اللي ممكن يكونوا موقود لإحداث الأزمة محفزين إلها يعني زي ما يقوله هي عبارة عن فن مستحدث يقوم على السيطرة على الآخرين بهدف الابتزاز والإخضاع والسيطرة عليهم مهم جدا أن يكون فيها برنامج محدد زمني محدد لذلك واختيار طبيعة معينة للبدء وأن يكون لها صدى كبير هذا مهم جدا حتى يتم لفت الأنظار وبالبداية إذا نجحت مقوماتها بالبداية ستستمر كافة الخطوات بناحجاحات بدلا من الإخفاقات هذه إدارة الأزمة أو الإدارة عفهم بالأزمة لها ستة مراحل بدءا بمرحلة الإعداد لميلاد الأزمة وهذه المرحلة هي مرحلة تمهيدية أو ما تسمى مرحلة التمهيد لإحداث الأزمة تقوم على تهيئة الواقع والمسرح الأزموي اللي ستفتعل من خلاله والأزمة إيجاد وزرع بؤر في المؤسسة حيكونوا ناجحين وهدولا بنقول عنهم يعني ضمن الأشخاص اللي بنقول عنهم في المؤسسة العميقة إن بتكون أهدافهم مغايرة لما يصنعون مغايرة لأهداف المؤسسة المعلنة هاي لها عدة نقاط أولها تعمل على استخدام ضغوط الاتصالية على المؤسسة يعني بنعرف من حلفاء هالإدارة اللي موجودة أو هالقيادة اللي موجودة وإفقادهم اللي هو عملية التواصل معهم ونزع الثقة ما بين الحلفاء وما بين الأشخاص اللي موجودين لحد دي يعني ضمن سياسة ما تسمى بالتضييق وهاي قائمة بالدرجة الأولى على دراسة مجلس الإدارة أو المتخذي القرار في المؤسس نفسهم هاي تحتاج إلى دراسة وتأني مسبق حتى يتم التوجيه ضدهم ممكن يكون الناس عندها صبر وجلد وما بتفرقش معهم وعندهم أساليبهم وعندهم ممكانياتهم وعندهم إعلام قوي وعندهم حلفاء يثقون فيهم وعندهم حزب سياسي على سبيل المثال أين كان فهؤلاء يجب دراسة هذه العقلية والطبيعة النفسية لهؤلاء الأشخاص لأنه حتى ما تفشل الإدارة بالأزمة أو الأزمة المفتعلة بداية اتنين تشويه حقيقة القائمين على هذه المؤسسة عسب المثال المؤسسات الصحية ويعني بث الشائعات وإطلاقها ممكن يكون حقايق مجتزئة ممكن يكون أكاذيب وأنه هدول الأشخاص هم يعني معول الهدم في المؤسسة وهم اللي خلوا حالة الركود على سبيل المثال بعض اللي هي الأساليب الحديث اللي ممكن يكون في نوع من يعني فقد الثقة بهؤلاء المسؤولين والتأثير عليهم من خلال زي ما قلنا إشاعات وأكاذيب وبث معلومات بسمومة ومغلوطة وتؤثر هاي طبعا بحقيقتها راح بتأثر على المؤسسة على استقرارها على أمنها على إمكانية ديمومتها ونشاطها أيضا مهم جدا في هذه المرحلة لمرحلة التمهيد كسب المؤيدين لأي توجه ضد هذه المؤسسة أو هذا النظام الخائن وحتلاقي إعلام وإعلام مضاد هذا الإعلام المضاد ممكن يكون يعني هو مش نزيه لدرجة أنه يأخذ المعلومة الكاملة لا هو هدفه بالفعل أنه يكون يأثر على المؤسسة نفسها أو على إدارتها أو على مشروعها أو على وجودها وهنا طبعا يكون ضمن التحضير أنه بديكون فيه عندي فريق إعلامي كبير بوسائل معدة صحيحة قادرة على الانطلاق وبث الشائعات وبث الأكاديم والتأثير على المؤسسة زي مثال موجود عندكم بالكتاب بالفصل السابق شركة زد شركة غذائية أنه هاي نجحت وسيطرت على السوق بشكل كبير جدا منتجاتها وصلت حوالي 80% في الأسواق المحلية إجت طبعا إشاعة أنه وبدأ يتحدثوا فيها وينكتب فيها على أماكن تواصل وشغلات زي هيك تواصل اجتماعي وبث إشاعات مسبوبة في أماكن معين أنه هذا المنتج فيه عليه دهن الخنزين عشان هيك بتلاقي طعمه إيش ماله كذا كذا فهذا الأثر على الناس مش كل الناس بتقعد تقرأ خصوصا لو مسكنا إحنا الليبل اللي بتبع اللي هو المنتجات الغذائية الشوكولاتة والبسكوت وكالب بتلاقيه مكتوبة بخط صغير فيه ناس بتهتمش فممكن تكون أثرت عليها مع وجود اللي هو سوق منافس هذا من خلال بث الإشاعات والمعلومات المغلوطة اللي قد تؤثر على هاي المؤسسة وعلى نجاحها المرحلة الثانية مرحلة إنماء وتصعيد الأزمة ويقال عنها هي يعني مرحلة الضغط المكثف على القوة المؤيدة حتى تفقد التأييد لتلك المؤسسة أو ذلك النظام وكذلك حشد القوة المعادية لهذا النظام أو المشروع من أجل إنجاح الأزمة المفتعلة والتأثير على النظام القائم وذلك من خلال يعني عدة تكتيكات نقول عنه تكتيك التصعيد الرأسي وفيه تصعيد الأفقي وفيه تصعيد متراكم ودائم تكتيك التصعيد الرأسي وهذا قائم على يعني بث القوة ولقوة صنع الأزمة بشكل كبير متواجد على بشكل مستمر إنه إحنا نأثر على القوة اللي إحنا قائمين ضدها في أزمة إنه ما تلحق تاخد نفسها نفسها ضلها في حالة ارتباط مستمر كل شوية فيه معلومات جديدة وفيه شيء جديد وكل مرة بيكون بشكل متصاعد تصاعد رأسي بنسميه عمودي هذا كمان حتى تصل إلى درجة من التسليم من القوى المفتاعة ضدها الأزمة والرضوخ إلى متطلبات قوى صنع الأزمة التكتيك الثاني تكتيك التصعيد الأفقي وهذا التكتيك قائم على الكسب الأفقي إلى القوى التي تؤيد فحللاقي دايما بنسمع في الأزمات السياسية وما إلى ذلك بنلاقي أنه فيه ناس أيدت وفيه ناس اختلفت وفيه ناس بسموهم ويف رايدرز أو يعني راكبي الأمواج وهدول راكبي الأمواج بالعادة يعني بتلاقي وجودهم عند نجاح نجاح قوى التمرد أو قوى صانعي النضوج بيبدوا يركبوا معهم الموجة ومن أجل كسب معين وهنا مرحلة التكتيك الأفقي أنه كل المؤسسات أو الإعلام أو الأشخاص أو الأصدقاء أو الحلفاء اللي ممكن يؤيدوا إلى قوى الأزمة يتم استيعابهم وهذا طبعا من خلال ويقوم أيضا على اتساع نقطة ورقعة الأزمة حتى تشمل مجالات متعددة حتى تنجح في إحداث الأزمة ويمكن في الأزمات السياسية اللي كانت بتصير وتغيير الأنظمة اللي كان لها يعني ثلاث وأربع عقود بتحكم في بلدان معينة استطاعت قوى صناعة الأزمة من خلال كسب الإعلام والمؤيدين والحلفاء من خلال توسيع رقعة اللي هو الأثر الأزمة سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وماليا ومجتمعيا وعلاقات خارجية وداخلية وما إلى ذلك كل هذا اجتمعت مع بعض أثرت على الأنظمة القائمة واستنزفت قدراتها وإمكانياتها واستطاعت أن تسيطر على الخصم التكتيك الثالث هو تكتيك التصعيد الدائري المتراكم وهذه قائمة على يعني استراتيجية حالة كبيرة جدا وعارمة من الإرباك والتأثير على القوة والنظام الموجه ضده الأزمة ومن ثم مرحل التجميد التجميد هذه يعني التقاط أنفاس الهدف من خلالها أنه نرجع القوة المحدثة الأزمة بقوة أكثر من دي قبل بتأثر فبصير فيها حالة من الهجوم الحاد ثم حالة من الهدنة البسيطة ثم الهجوم الحاد نستذكر لما كانت الحروب وآخرها في حرب 2014 كان لما بتصير هدنة بين المقاومة وما بين الاحتلال الصهيوني فكانت بعد انتهاء الهدنة بترجع بشكل قوي جدا كان الاعتداء الصهيوني اعتداء غاشم واعتداء يعني كأنه بدو يعوض هالفترة اللي ماستنزفش فيها دم من الدم الفلسطيني فهي قائمة على مرحلة من التصعيد الشديد وثم التجميد البسيط ثم التصعيد بيكون اكثر من ذي قبل ثم التجميد ثم التصعيد اكثر من ذي قبل ثم التجميد هاي المقصود فيها انه تصاعدي متراكم من اشكالها ممكن يكون قطع مساعدات وفرض حصار اقتصادي يأخذ فترة من الزمن ممكن يكون زي الويكيليكس التسريبات زي الجزيرة الفضائية لما قامت بتوجه ضد رموز في السلطة وبعض رموز عالمية بتوجيه اللي هو يعني اهداف معينة من خلال تسريبات لبعض منشورات معينة ووثائق معينة اثرت فيها على انظمة بهدف معين بعد انتهت الانغور بطلت هالتسريبات موجودة من اجل احداث تغيير او كسب شيء معين من اشكالها ايضا افتعال احداث وتنميتها بشكل كبير جدا على سبيل المثال ممكن والله تيجي تحكي امريكا انه بتتدخل في دولة ما من اجل حماية رعاياها وهذا من اشكال يعني يقول عنه التكتيك المتصاعد مرحلة من التصعيد ثم الهدنة والتجميد ثم التصعيد مستوى اكثر ثم التجميد ثم التصعيد مستوى اكثر واكثر ثم التجميد وما الى ذلك المرحلة المرحلة الثالثة مرحلة المواجهة العنيفة والمحتدمة والحادة وهي قائمة حتى تنجح على ثلاث اشياء رئيسية اختيار اللحظة المناسبة الوقت المناسب لصالح قوة صدع الازمة وليس لصالح قوة الموجه ضد الازمة كمان اختيار المكان الغير مناسب للخصم للقوة اللي توجهت ضد الازمة ويكون هو لصالح القوة صانعة الازمة من اجل احداث التغيير والسيطرة على المجال كذلك اختيار المجال الغير مناسب للخصم ومناسب لقوة صنع الازمة على اعتبار اي نوع من انواع المجالات اللي قد يكون هو انجح لصنع الازمة في التأثير ومن ثم يعني قد يكون سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا او امنيا حسب المجال نفسه او صحيا ومن ثم تبدأ تتسع اللي هي رقعة هذا التأثير بمجالات متعددة لانه اي فشل لقوة صنع الازمة سيؤثر على وجودهم كليا في المؤسسة نفسها وبمجال اوسع في الدولة والبلد بشكل عام المرحلة الرابعة مرحلة السيطرة على الخصم وعلى مؤسسة الخصم وعلى مقدرات الخصم وهذه المرحلة هي مرحلة الكسب او الاستفادة او الانتفاع من الخصم بعدما احدثت حالة من عدم التوازن وعدم المقدرة على ادارة الامور من خلال الاجراءات اللي قام فيها صانعي الازمة هل مشروع كله ببطل له قيمة او وجود ضمن القوة اللي توجهت ضدها الازمة فممكن يتخلى عن وجوده عن اهدافه عن امكانياته يصعب يعني ادارته للمؤسسة وخلاص بقدم تنازلات كلية لقوة صانعة الازمة ويمكن بنستذكر في 2011 اعتقد لما مبارك طلع في كلمة مختصرة ومجتزأة قال انه يعني الرئيس يعلن تنحيه عن السلطة المرحلة الخامسة وقبل الاخيرة هي مرحلة تهدئة الاوضاع وهذه المرحلة يعني فيها نوع من تخفيف الضغط ومحاولة اعادة الاوضاع في المجتمع الى الحالة الطبيعية فيها نوع من يعني التخفيف من الضغط والتوتر ممكن يكون موجود يعني حالة من التعايش قدر المستطاع امتصاص قوة غضب القوة المضادة وحاول كسبهم يعني ممكن يكون فيها نوع من توزيع الادوار او المكاسب اللي موجودة لو رحنا على الحكومة بيقول انت لك مقعد وانت لك وزارة وانت لك شغلات زي هيك تمام بيكون كمان في دور مهم جدا في هاي المرحلة مرحلة تهدئة الاوضاع للإعلام والإعلام هذا بيكون موجه نحو إبانة وإظهار كثير من مساوئ النظام السابق وإظهار ميزات وإيجابيات هالحركات اللي قامت بإحداث الأزمة والتغيير وقديش احنا ممكن يكون فيه يعني نوع من الفائدة من خلال هذا التأثير اللي موجود من أجل كسب الرأي العام وبأثر فيها طبعا على يعني من خلال أشخاص ممكن يكونوا يعني ليشوا موالين إلى تلك القوة اللي أحدثت الأزمة وناس معتدلين فبتكون كلمتهم أكثر تأثير على العام من الناس اللي يعني معروفين ضمن إطار ونظام معين المرحلة الأخيرة مرحلة سلب وابتزاز الطرف الآخر وهاي يعني المرحلة الأخيرة مرحلة السلب والابتزاز إنه خلاص انتهى تم السيطرة كليا على قوة الخصم من خلال قوة صنع الأزمة وقد يكون فيها جني سلبي أو جني إيجابي الجني السلبي ويتم فيه إجبار الطرف الخصم اللي توجهت ضده الأزمة على ألا يتصرف أي تصرفات قد تضور بمصالح قوة صنع الأزمة بعد اللي هي كسبها للجولة والجني الإيجابي هو إقناع الطرف الآخر المينغوسين الخصم على أن يقوم بأعمال تقوي من شأن ووجود وإمكانيات ومكاسب ومصالح الطرف الصنع الأزمة يعني ممكن يطلع معهم في مؤتمر صحفي على سبيل المثال ممكن يؤيد هال الإجراء اللي صار وهذا بحد ذاته يعتبر أكبر مكسب لهم فيك نكون أنهينا الفصل السابع الإدارة بالأزمة management by crisis الفصل الثامن نتحدث فيه على فريق إدارة الأزمة إن شاء الله السلام عليكم